تفتكر الناس فعلاً بتصدق الإشعاعات على السوشيال ميزيا؟ 100% بيصدقوها بجد؟ مش زيتا شوية كده وخلاص يعني هي بتبقى زيتا ومن كتر ما الناس بينشروا المعلومة من غير ما يبصوا الأول هي كانت حقيقية ولا مش حقيقية خلاص الموضوع بيبقى زي انفجار نووي مرة واحدة بتلاقي كل حاجة تأثيرت كل الناس سامعوا الخبر كل الناس بيعلقوا عليه حتى الناس اللي مش مصدقين الخبر بيعملوا له شار عشان يقولوا ايه الأخبار المقرفة دي فبيساعدوا ان هو الانتشار للخبر الكاذب غير ان الناس طبعاً الموضوع صعب جداً ان هم يعملوا كده وانا احنا نقدر نتحكم طبعاً في عدد الناس اللي بيعملوا شار ولكن ناس كتير قوي قولاً بيشوف حاجة سهولة الزرار بتاع الشار بقى مش ممكن لدرجة ان هو دلوقتي بقى حاطة طولك على كل المناصات التواصل الاجتماعي فانتي بتدوسي على شار دي ممكن تعمليه شار على انستجرام او على فيسبوك على واتساب او على اي حاجة بكل سهولة فانتي هو زرار شكراً انتشر الخبر وخلاص يعني بيكون شوية ناس مصدقين وشوية ناس عايزين يعملوا زيتا مظبوط مظبوط غير طبعاً اللي طالع اصلاً بالخبر الفيك ده بيبقى ليه مصلحة اياً كانت بقى هو عايز يكبر صفحة بتاعته او عايز شركة بتحاول تهاجم شركة تانية في البرودوك بتاعها فعايزين يكبروا المبيعات عندهم على حساب شركة تانية وهكذا طيب زي ما قلنا في التقديمه النهاردة بتاعت الحلقة احنا ساعد بنحس ان في ناس ما بتعملش حاجة بجد غير ان هم بيصدروا طاقة سلبية على السوشيال ميديا يعني تصحى الصبح تفتح الفيسبوك بتاعك تلاقي مثلا مكتوب العفاريت هتهجم علينا والزامبيز هيحصل في يوم ايه والعالم حينتهي احنا نتعامل زي ما على الحاجات كل يوم كتير يعني دي ماشي دي حاجة يعني خلاص ده يعني طبعا قدر بتاع ربنا بس الحاجات التانية اللي هي فجأة بتحس انه بجد العالم حينتهي دلوقتي حال النهاردة النهاردة هيخلص نعمل ازاي يعني نتعامل ازاي مع الموضوع ده كل يوم ليه كذا طريقة ارهام يعني انا واحد من الناس اللي شلت فيسبوك من على تليفوني ولسه عندي الحساب بتاعي على الكمبيوتر بس شلته من على تليفوني عشان مايبقاش كل شوية يطلع لي نوتيفيكيشنز وكمان ايدي ما تاخدش على ان انا الاوتوماتيك بتاعي ان انا بفتح فيسبوك ومع الوقت خلاص انا دلوقتي فيسبوك مش على بالي اصلا انا اخش عليه بخش عليه عشان الشغل عايز ادور على حاجة معينة عايز ابوست حاجة معينة وهكذا الحاجة التانية ان الواحد عنده الابشنز بس بيكسل يستخدمها ان هو يتابع الحسابات اللي هو عايزها مش اي حساباته خلاص فيسبوك بيبقى صعب الموضوع عشان مشكلته ان لو انا عندي الفرنز بتوعي اي حد عمل شيرل اي حاجة مش لازم انا اكون مهتم بيها هتطلعلي في منصات تانية زي انستجرام مثلا لا هم مش هتطلعلي غير الحاجات اللي انا مهتم بيها مهما ان كان الناس التانية بتعمل شيرل ايه وسهل جدا انك تعملي هايد للستوريز بتاعت حد او تعملي انفولو لحد فيه ناس بتزعل طبعا من قصة انفولو دي بيعتبروها شتيمة و بيعتبروها انها جاءت على نفسيتهم جدا بس من السهل جدا ان الواحد يعمل انفولو الاكاونتات اللي هو حاسس انها ما بتنميهوش او ما بتكبروش او ما بتدحكوش او ما بتحسسوش ان هو فيه حاجة زيادة دخلت في حياته طيب ميزن لو ما عرفناش نعمل ده وخلاص شفت الخبر وعرفت ان النهاردة اوحش يوم في حياتي زي ما هم كدبيني كده على مثلا منصات التواصل الاجتماعي اعمل ايه اتصرف ازاي عشان شيل الطاقة السلبية اللي دخلت جوايا دي على مدار اليوم ان انا اقدر بعد كده اقضي يومي بالراحة وبطريقة كويسة مش هقدر اقولك من الحتة السيكولوجيك اللي هتبقى املة ازاي ولكن اقولك انا كميزن بعمل ايه وممكن الناس ديني النصيحة بقى هقولك النصيحة اللي مازن ممكن يعملها هخلي تليفوني على جنب هقفل نوتيفيكيشنز خالص هشيل اي نوع من انواع نوتيفيكيشنز سواء من انستجرام ولا فيسبوك ولا حتى واتساب عشان فيه اوقات كتير قوي بيجيلي فعلا الايام دي انا مش قادر نفسيتي مش مستريحة ومش عايز ابقى مزعج باي حاجة وهشوف كل واحد بيبقى عنده الهتة الهروب اللي بيروح عليها بتاعت بيتفرج على تلفزيون او بيتفرج على فيلمه معين بيحب يسمع مزيكة معين يحب يتكلم مع حد من صحابه او حد من اهله لازم تبقى الحاجات دي حاجات موجودة في اليوم الطبيعي او في الخزنة بتاعت انا النهاردة عايز افتح وعايز ابقى positive وعايز اخلي نفسي مبسوط فيه حاجة تانية طبعا نسمعها افرميشنز افرميشنز دي انك بتفتكري كل الحاجات اللي انتي وغداها فور جرانت في حياتك بنفتكر كل الميزات اللي موجودة عندنا في حياتنا بنشوف كويس بنسمع كويس عندنا مناخير وعندنا بقو عندنا عنين وعندنا بنقد نفتكر الواحد يعود يفكر نفسه بكل النعم اللي ربنا ما اديها له عشان يرجع مخه كده ان هو يبقى اوار بالحاجات اللي موجودة دي من غير ما تفتكريها ان هي خلاص موجودة وهتفضل موجودة لا لازم نحن تفكر نفسنا عطول بنعم ربنا طيب فيه نوع تاني بقى اللي هو انت بتسحى الصبح بتشوف حاجات مكتوبة المفروض ان هي بتكون على شكل نقطة طيب بس بجد هي بتأذينها يعني مثلا النقطة المنتشرة حاليا ان مثلا الكورونا خلاص انت هتقعد تضحك على نفسك عشان انت لابس المسك كمان سنة في الصورة بتاعتك لان بعد كده هتبقى مش عارف لابس الواقي والدرع علشان هتهاجم الزومبيز اللي جايين بسبب النووي والحاجات دي فانت هتقول ايه الموضوع ده ان بسعاد بنحس ان هو الموضوع كأنه كامضي وفعلا بنضحك عليه بس هو بجد بيأثر فينا سلبي ما من ميزات شعبنا ان احنا الحمد لله دمنا خفيف جدا ونعرف ناخد اي كرسى او مصيبة وبنقلبها لحاجة بتضحك وده طالما هو ما بيقزيش حد نفسيا شخص بزيته يبقى ما فيش منه ضرر يعني لو هو ما بيهاجمش شخص معين والشخص ده هيداي ان اتكلمنا عليه بطريقة وحشة يبقى هو ما فيهوش ضرر